نهاردة الفيديو بتاعنا هو فيديو مفيد جدا وهو اتنين في واحد طيب ايه هم الحاجتين دول اول حاجة ازالة الحنة من الشعر تاني حاجة هتكون ازالة اشرة الشعر او القضاء عليها تماما بنسبة مية في المية طيب ثالث حاجة بقى انه هو هيكون بمواد ومكونات طبيعية مية في المية طيب هتقولولي مثلا ازالة الحنة من الشعر بتاخد كام جلسة او بعد قد ايه الحنة بتروح من شعرنا طيب هقولكم بتاخد كام جلسة دي بترجع طبعا على طبيعة كل شعر ده اولا ثانيا بترجع على نوع الحنة اللي احنا حطناها على الشعر سواء هي كانت سودة او حمرة او كانت حنة فرد لفرد الشعر اه يعني على حسب او هي حنة طبيعية فهي بترجع على نوع المنتج تمام طيب كام جلسة دي دي بترجع زي ما قلنا على اه نوع المنتج اللي احنا حطناه على شعرنا بس هو فيه انواع بتاخد تلات جلسات فيه انواع بتاخد من سبع لعشر جلسات وهقول لكم برضو في نص الفيديو ازاي كمان نتأكد ان الحنة او نعمل تست كده بسيط نعرف ان الحنة راحت من شعرنا او لا تمام فيلا بينا نبدأ الفيديو ونعرف المكونات الطبيعية الامنة على الشعر لازالة الحنة من الشعر وكمان القضاء على اشرة الشعر طيب دلوقتي المكونات بتاعتنا هتكون هي ايه هم اربع مكونات اول مكون عصير لمون تمام طازة وطبعا المكونات اللي انا هقولها دلوقتي بعد اللمون تكون كلها بنسب متساوي يعني نحط المقادير كلها بنسب متساوي هتقوليه مثلا قد ايه هقولكم كل شعر بيختلف عن التاني على حسب طوله او كسفته او هو طبيعة الشعر بتشرب المواد بسرعة ولا لا فدي طبعا انتو تقدروا بقى تحددوها وتقيموها بنفسكم حسب طبيعة كل شعر بس اهم حاجة يعني كل المكونات تكون متساوي تمام طيب اول حاجة عصير لمون يعني طبعا هي كمان الوصفة دي لازالة الحنة من الشعر وكمان مش بس كده هي تغزية الشعر شعر صحي شعر لامع ترتيب رهيب للشعر فهتحسوا بالفرق عموما فهي مش هتكون بس لازالة الحنة تاني حاجة تاني مكونات معنا هيكون خلته الفرح تمام يعني انا يعتبر خط معلقة عصير لمون تازة اصفر تاني حاجة خط معلقة خل تفاح طبيعي واهم حاجة تبقوا وسطين من مصدر المنتج اللي انتو جايبينه تاني حاجة معلقة خل تفاح تمام طيب تالت مكون معانا من السوائل هيكون زيت زاتون برضو اتأكدوا انه هو يكون زيت زاتون طبيعي تمام هناخد منه معلقة كده كل النسب زي ما انتو شايفين هي نسب متساوية وبكميات متساوية هناخد معلقة بيكينج صودا اللي هي صودا الخبز ده بيكون شكلها تبقى عاملة زي البودر كده او اسمها بيكينج صودا او صودا الخبز او بيتكون اسمها كاربوناتو بالمصري تمام هناخد منها معلقة وهنحطها طبعا انتو زي ما انتو شايفين هي بتفور شوية ما تقلقوش من الفوران ده بصوا هي طبعا مع اي مادة حمضية سواء خل او لمون بتفور كده زي ما انتو شايفين فطبعا ما تقلقوش من الموضوع ده خالص هنقلب كويس جدا لحد ما المكونات بتاعتها او المكونات كلها تمتزب مع بعض والدوب كويس جدا تمام وتبقى ما فياش اي تكتلات او اي لسه رواسط بودر من المنتج ده او من البيكينج صودا طيب اهي المكونات كلها دابت تمام طيب دلوقتي هنطبقه ازاي على الشعر طيب احنا بنحط بندوب المكونات دي كده كويس مع بعض وبعد كده بنجيب طبع غويت شوية او يعني غويت شوية وبعد كده بنجيب شعرنا بنحطه فيه ويكون شعرنا مخصول ونضيف تماما من اي حاجات فيه او اي مواد دهنية كانت او كريمات او كانت فيه كانت فيه فهنحط شعرنا جوا وبعد كده بنبدأ نفرق الشعر كويس جدا 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 ونخلي الخليط ده يتغلغ الجوة الشعرية تماما وبعد كده بنسيب شعرنا مفتوح وبعد كده بنعمل ايه بنعد بنعرض شعرنا لمدة نص ساعة في الشمس اقل حاجة بنسيب الخليط ده على الشعر تلت ساعة دي اقل حاجة بنسيبها فيه طيب هتقولولي نستخدمه كام مرة في الأسبوع طيب الخليط ده هنستخدمه تلت مرات في الأسبوع تمام طيب هيكون فيه اربع ايام بعد كده الاربع ايام بعد كده دول هنعمل فيهم ايه هنعمل فيهم حكتين اول حاجة دول تلت مرات سابتين انتو تحددوا الايام بتاعتكم السابتة في الأسبوع بس قبل ما هقول لكم الحاجات التانية لما نيجي نخسل شعرنا من ده بعد طبعا مرور التلت ساعات هنعمل ايه بنخسل شعرنا بشامبو ضد القشرة تمام اهم حاجة يكون شامبو ضد القشرة لان شامبو ضد القشرة بيساعد على نزول اي لون من الشعر بسرعة سواء حنة او سوها تمام زائد ان هو طبعا مفيد لعلاج قشرة الشعر والخليط ده كمان مفيد جدا لعلاج قشرة الشعر بسبب خل التفاح وبسبب عصير اللمان تمام طيب دلوقتي نرجع لموضوعنا ده هنخسله زي ما قلنا بشامبو ضد القشرة ونعمله تلت مرات أسبوعيا وبعد كده هنعمل ايه بقى وطبعا هيكون معانا زي ما انا قلت لكم اربع ايام تانين يعني ده يعتبر تلت مرات في الاسبوع يعني تلت ايام في الاسبوع في اربع ايام فضلين طيب يوم هنستخدم عصير لمون بس هنجيب طبق برضو غويت فيه مية داخية وفيه عصير لمون بس يكون عصير اللمون اكتر من المية الداخية تمام وبعد كده هيكون شعرنا برضو مخصول ونضيف وما فوش اي حاجة بنجيب شعرنا بنفضل نحط شعرنا في الطبق لحد ما الشعر يتشرب كله كله من عصير اللمون تمام وبعد كده نخرج نعود في الشمس نص ساعة وبعد كده لحد ما ينشف وكل ما الشعر ينشف تمام نجيب سبري زي ده ونرش على الشعر كده تمام وبعد كده نتعرض لاشاعة الشمس تاني وبعد كده الشعر ينشف وهكذا لو مش هنعمل الموضوع ده اقل حاجة نسيبه تلات ساعات على الشعر وفيه حاجة كمان آآ عصير اللمون هيخليكم آآ نوعا ما آآ تحسوا ان شعركم بقى جاف تمام ما تخافوش من ده طبعا هو مادة طبيعية ومش مضر وطبعا افضل كتير من ان احنا لما نيجي نشيل مثلا حنة من شعرنا بعصير اللمون آآ بمواد طبعا كيميائية او آآ سبغة او كلام ده طبعا بتنشف برضو الشعر وكمان بتحرق الشعر على اقل ده مش هينشف هينشف الشعر بس آآ لكن مش هيحرق الشعر ولا هيضره تمام زائد ان هو طبعا بيدي لمعة حلوة جدا للشعر بيقوي الشعر حاجات كتيرة جدا بتفيد الشعر تمام من اللمون طيب بعد كده هيفوت التلات ساعات هنخسل شعرنا ببلسم بس تمام ببلسم بس عشان طبعا ده هيكون منشف لنا شعرنا فمش حابين ان احنا نحط كمان شامبو معاه لان الشعر كده هينشف قوي قوي بس وبعد ما نخلص المرحلة دي طبعا هيكون في يوم هنستخدم بقى بعدها مرتبات هي زيود هيكون زيت زتون زيت ارجان زيت جوز هند وبرضو بنسب متساوية طبعا ده بيدي ترتيب بعد الشعر ما بينشف من اللمون بيرطب الشعر جدا زائد ان هو بيغزي الشعر جدا بيطوله بيتقاله بيعيد بناء الشعراية وصلابة وقوة الشعراية آآ رابح حاجة بيعمل ايه كمان بيساعد على ازالة الحنة من الشعر الزيود دي فيها مواد معينة بتخلي السبغات او او الحنة تنزل من الشعر بطريقة سريعة زائد ان طبعا الشعر هيحصل له ترتيب بعد ما هينشف من عصير اللمون تمام طيب دلوقتي احنا كده خلصنا موضوع اللمون هيكون مرة في الاسبوع تمام طيب في بعد كده يوم تاني هنستخدم في ايه وصفة العسل هنجيب طبق في آآ آآ مية دخية وعسل بس برضو يكون كمية العسل اكبر من المية تمام ويكون شعرنا مخصول ونضيف ومبلول تمام وبعد كده بنجيب العسل ده بنبتدي ندهن بيه شعرنا كويس جدا 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 والعسل طبعا زي ما انتو عارفين هو يعني انتي بكتيريال ومطاهر لفروة الراس وبيغزي الشعر وبيدي لمعة حلوة جدا للشعر وحيوية للشعر وبيعيد بناء الشعرين تمام فده كمان مفيد جدا 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 في ازالة لون الحنة من الشعر والله بجد يعني جربوا وهتتأكدوا بنفسكم انه يعني الكلام ده مصبوط مية في المية تمام ودي كده عن ازالة الحنة تاني حاجة لقشرة الشعر العسل كمان مفيد جدا لقشرة الشعر لانه هو زي ما قلت لكم وكمان مطاهر لفروة الراس فبيقضي على القشرة تماما وطبعا مع عصير اللمون اللي احنا هنعمله ومع وصفة عصير اللمون وخلي التفاح والبيكنج سودا اللي برضو ليها اصل رائع على قشرة الشعر وتقويت واعادة بناء الشعرية فكل ده بيقضي كمان على القشرة مش بس ازالة لون الحنة من الشعر تمام طيب احنا بعد كده هنعمل وصفة العسل دي وبعد كده بنفضل نعمل مساج للشعر بس وبعد كده طبعا هنقعد وبرده هنخرج في الشمس نص ساعة ينشف من الشمس وبعد كده نقدر نعود برضو ثلاث ساعات في كل وصفة من دول ما نعودش اقل من ثلاث ساعات هنعود ثلاث ساعات وبعد كده بنخسل الشعر بعد وصفة العسل بنخسل الشعر بماء دافئ فقط مايا دافئة مش اكتر من كده مش محتاجين نحط شامبو او كونداشنر تمام طيب احنا كده يعتبر خلصنا الوصفات بعد يعني الايام بقى اللي هي تبقى هيبقى ما فيهاش وصفات بنعملها على شعرنا بنحط زيت الارجان مع زيت مع زيت الزتون مع زيت جوز الهند بنسب متساوية تمام كترتيب وفي نفس الوقت ازالة اه وعناية طبعا روتينية بالشعر زائد ازالة الحنة او اللون الغير مرغوب فيه من الشعر تمام طيب دي كده كانت اه الوصفة بتاعتنا في الفيديو انه هو ازالة الحنة من الشعر وازالة اشرة الشعر والقضاء عليها تماما طيب وفيه حاجة كمان عايز اقولها لكم عن الوصفة الاولانية اللي هي وصفة خلي التفاح وعصير اللامون هتقولولي بتاخد كام جلسة انا قلتلكم على حسب الشعر ونوع المنتج هل كانت الحنة قوية على الشعر او لا هل كانت مجرد لون او حنة فرد كل ده بيفرق في عدد الجلسات طيب دلوقتي المدة بتاعتنا يعني فيه شعر بياخد من بعد تالت جلسة الحنة خلاص بتروح وفيه شعر بياخد من سبع لعشر جلسات وبردو الحنة بتروح طيب انا دلوقتي عايز اقول لكم على ازاي نعمل تست صغير نتأكد ان الحنة راحت من شعرنا طيب احنا بعد ما بنخلص او بنعمل مسلا على اقل بنعمل اه اسبوعين الوصفة دي مع بقية الوصفات اللي انا ذكرتها بعد ما يفوت الاسبوعين بنعمل ايه بنجيب خصلة من شعرنا بس نكون متأكدين ان الخصلة دي كانت فيها كمية حنة كبيرة او فيها حنة احنا متأكدين من ده بنجيب الخصلة دي وبنجيب اي نوع سبغة فتحة تكون فتحة قوي ونحطها ونخلطها كأننا هنصبغ خصلة الشعر مع اوكسجين عشرين تمام بنجيب خصلة الشعر بنبتدي نصبغها في المكان اللي احنا متأكدين ان فيه حنة بنصبغها وبعد كده لو لقينا ان الخصلة بعد مرور خمستاشر دقيقة او تلت ساعة اتفتحت معانا وقبلت اللون والشعر اه يعني قبل انه 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 يتفتح او يتسبك خلاص احنا كده نكون نتأكدنا ان الحنة راحت من شعرنا تمام وخلاص ونتطمن لكن لو لقينا ان الشعر ما فتحش او ما ما استجبش لل للسبغ خالص ده معناه ان الشعر لسه فيه حنة وهنعمل ايه هنكرر الوصفة تاني لمدة اسبوعين تانين وبعد كده هنعمل نفس التست لحد ما نتأكد خالص ان الحنة راحت من شعرنا طبعا هو يعني هو ممكن الالاج يطول شوية او انه الجلسات تطول شوية بس معلش اهم حاجة عشان ما نضر الشعرنا وما نحرقهوش لان اكبر خطر ان احنا نصبغ شعرنا وهو عليه حنة لازم الحنة تتشال من الشعر الاول لانه فيه خطورة جدا ان الشعر اه يعني ربنا يعافينا انه الشعر يتحرق او يقع فلازم نطول بالنا وناخد الحزر وطبعا ونكرر الجلسات تاني لو لقينا مفيش تحسن او الحنة لسه موجودة في شعرنا بس واتمنى ان يكون الفيديو قفتكم وتكونوا استفدتوا وتكونوا المعلومات اه وصلت لكم بكل سهولة والشرح واضح ومفهوم واتمنى بقى منكم الكتير والشير الاكتر وان انتو تعملوا شير لكل اصحابكم اللي شعروهم فيه اشرة او اه سبغينوا بحنة وعايزين يشيلوا اللون الحنة من شعرهم تعملوا لي شير كتير للفيديو ده عشان كمان القناة تكبر بكم وبدعمكم اشوفكم الفيديو الجاي باي باي